دكتور أحمد عشان برضو وقتنا نخش في المدرسة بقى ايه الاعتبارات المهمة الأم لازم تراعيها في غزاء طفلاء أيام المدرسة ابتدائي مثلا ثم تقدم لواجبات شكلها ايه وبالطريقة اللي تعجبه وبالطريقة اللي يقدر ياخدها معاه في شنطة المدرسة أو في اللانش بوكس بتاعه هو كبداية الأكل تعود بمعنى الطفل الياباني بيأكل سوش وبيأكل بالشوبستيكس بتقعهم العصايتين دول والطفل الهندي بيأكل كاري وبيأكل فزي ما هتأكله هتعوده وهنا بقى تيجي المهمة الرئيسية للأم وللمدرسة كان زمان بنفرح قوي باللحمة والزبدة والمربة واللا لا خالص النهاردة الأفضل هو الفكهة والخضار دول أهم حاجة نمبر ون هو الأساس فكهة والخضار اللي كنا بنفهمها زمان على إن هي دي الكويسة أصبحت هي دي مش مستحبة الوقت لا يا فندم دا بيدولهم لانشون دا فيه إعلان عن اللانشون الواد ماسك صباع اللانشون كله بيقطن منه دي برضو البروسيس ميت دي أو اللحمة المصنعة دي من الكوارث خطر مربوطة بسرطان القولون ومربوطة بحاجات كتير يعني الحقيقة دا بقى إيه دا اللحمة المصنعة كويس يعني فما بقى لك بقى لو مصنعة برضاءة أو من لحمة بقى تحت السلم حاجات كده فهتبقى أسوأ كثيرا إنما هي الفكرة الأهم واجبة كبداية هي واجبة الفطار فالطفل لازم ينزل ويكون فتران كويس دا بيصحى يا دوبك يتحط عليه الهدوم ويترمى في البص ما ينفعش لأنه تحصيله في المدرسة يبقى أضعف أهم واجبة هي الفطار حقيقة ويعودوا العيلة يفطروا مع بعض عشان تبقى عادة يفضل طبعا يكون كده إذا حالك بتقول عليه حاجة اسمها في علم التغذية الهول موديل إنه هم يعودوا مع بعض والأب لأنه الأب لو فطر ساندويتش هامبرجر الطفل مش هتنفع تقوله خد كورنفليكس يعني يعني فالسلطة أو آه فإحنا واجبة الفطار دي واجبة أساسية جدا عندنا الفول عندنا البيض عندنا الجبنة عندنا العيش البلدي الجميل والله عدس بجبة مسلوق كده عليه شوية لمون وزيت كده جميل جميل آه العسل الابيض طبعا حلو قوي للتغذية العسل السود والعسل السود يعني بس المهم يفطر حاجة قبل ما ينزل بين الحاجة الواجبة بقى بتاعت الظهر اللي بياخدها أو اللي في المدرسة ساندويتش يفضل تكون أخف يا سلام لو بتدينا نعوده على خضار وفكة يعني أنا مرة كنت في أعطاله خيار وطماطق آه في الخارج كده وشفت أنا باكل إيه واللي جنبي بتاكل إيه الحقيقة فعرفت لماذا أنا سقيل الوزن وهي خفيفة غزال كانت جنبي يعني خارجة بتفاحة وأنا ماسك ثلاث ساندويتشات لما كنت في الخارج ودي هبت عادة سيئة يعني عادة سيئة وخلصوا الشفاعة شلاكين آه إنما هي شبعت من التفاح بس تعودت وأنا مشبعتش من ساندويتشات يا فاند ما بينزلوا تغدوا وسط شغلهم بالزبط عشر دقايق بالزبط يكون متغدي احنا أقل غدا نص ساعة أو خمس أربين دقيقة بياخد حتة كيكة معاها ده لو واحد كبير إننا أتكلم على الطف يبقى الخضار جزء أساسي والخضار ما فيش مانا أن يبقى سوتية مع حتة فاكة سلام مزاية تفاحاية بورتوانة تمام هل معنى كده ما يكلش لحوم أو كربوهايد بيتس لا يأكل نشويات لا يأكل بس ما يبقاش كل الأكل رز كل الأكل فيه رز كل الأكل مكارونا كل الأكل الكنسبت بتاع الحلو الكنسبت بتاع الحلو الكتب التغذية بتقول الطفل لو عودته إنه لو عملت كذا هديك شوكولاتة لو عملت كذا هجيب لك كيك خلاص هي دي بقت الحاجات الحلوة في مخه إنما جوايز لو عمل حاجة كويسة وعايز أكفقه أديله جوافاة يعني يعني فبيغيره بيعمله إعادة ترتيب لمخ الطفل عندهم في الخارج إن الحاجة الحلوة هي الفاكهة وهي الخضار ترجمة نانسي قنقر